قرابة عام كامل مر على اتفاق السويد الذي وقعته الحكومة مع ميليشيا الحوثي برعاية أممية عقب محادثات دامت لأسابيع وسط رجاء بإنجاز الاتفاق وخوف من فشل المحادثات ما خرجت به وثيقة السويد ظل حتى الآن عالقا في تلك الأوراق الموقعة والصور التي التقطها ممثلو الطرفين في ستوكهولم والوعود التي قيلت هناك يبدو أنها سارت وفق قاعدة ما يحدث في السويد يبقى في السويد ملف الحديدة كان أبرز تناولات هذا الاتفاق فقد قررت الاتفاقية نشر فريق تابع للأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار اجتماعات كثيرة عقدت بعد ذلك في البر والبحر إلا أن تلك اللجنة رفعت مرارا تقارير عن صعوبة عملها وعدم التزام الأطراف وسط اتهامات متبادلة بعرقلة الاتفاق وكان لوليسجارد قد قال للحوثيين في وقت سابق إنكم لم تنسحبوا شبرا واحدا من ميناءي الصليف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر